يا صديقي مسائل فل عليك عامل ايه يا رب بخير وكل سنة وانت طيب والنهاردة ان شاء الله جايلك بدرس مهم جدا جدا انت تقريبا دورت عليه ولفيت شوية حلوين هو هيكون درس شابه اللي فات شوية ولكن هيبقى مختلف ان انا هبدأ اقول لك ازاي تبدأ تسرش على الصور ازاي تبدأ تحملها ازاي تبدأ تعمل تجميع رمضان في البوكس بتاعك اللازيز فيالله بينا نخش على طف الشرح الموقع اللي هنشتغل منه النهاردة هو موقع فري بيك العادي جدا واحتمال نشتغل من جوجل الدرس انا مش مجهز له تمام يعني انا هنفزه معاك لأول مرة كيان انا وانت قاعدين مع بعض كده وبندردش مثلا تمام فأول حاجة هبدأ اختارها معاك هو البوكس فانا هبدأ اكتب بوكس مثلا بالشكل ده وهبدأ اشوف هيطلع ليه طيب خليلي مثلا اكتب كارتون بالشكل ده والله ما اجاب لي شيء طيب استنى بستنى بس استنى شوية شوية ديني بس شوية وقت هو افتكر ان كارتون دي اللي هو مش حقيقي طيب ماشي ماشي طيب خلينا احط كارتون تمام واكتب هنا ادوس هنا على فوتو برضو بجاب ليش لا خلاص 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 انا اسف انشيل كارتون انا عايز اقول لك على حاجة موضع تسيرش ده اول طبيعي انك تاخد فيه وقت طيب بص معايا كده انا شايفش ان دي حلوة انت اي رايك كويت فقط يعني احنا ممكن نزبط فيها شوية حاجات ولكن خلينا نعمل لها download ونشوف ما عجبت ناشت نغير موراناش حاجة انا وانت قاعديني النهاردة للصابق لحد شهر رمضان ابدأ شدها معايا طيب مبدئيا انا اشتغل المقاس المربع قلوه الفين في الفين او الف في عشرين او الف في الف عشان الموضوع المقاسة ده فيها فاتي كتير ولكن خلينا عمل تمام خلينا اضم البوكس شوية كده ولا بلاش بلاش خلاص طيب اول حاجة هعملها هبدأ اجيب البنتول وهبدأ اقص الاجزاء اللي فوق دي اللي هتحسسك ان البوكس مقفول فهبدأ اعمل كده فشكرا تمام خلينا اصغر البوكس ده شوية وهبدأ اجمع معاك المحتويات يا معلم سريعا كل اللي هتعملوا انك تروح على جوجل صور نفس الخطوة اللي عملناها في الدرس اللي فائل ومن هنا قرز الضحى بان جي كليك يمين نسخوا الصورة كنترول في هيجيب لك الصورة هنا ابدأ كده بالماجيك على الابيض وهتبدأ تخلي بتاع المنتج تحت البوكس بالشكل ده اهو هبدأ صغر ولكن البوكس حسيته طويل قوي فممكن نضمه شوية كده علشان المنتج بتاعنا هو اللي يبقى اكبر مش لازم البوكس هو اللي يبقى اكبر خالص على فكرة تمام هنا مثلا ملح بونو هاخدوا الصورة دي نسخة كده هبدأ كنترول في برضو زي ما قلنا اهو صغر يا معلم هنختار مثلا سمنة كريستال بحب شكل ديزاين بتاعهم بصرحة يعني اتقصت ولكن مش مشكلة انا كده كده هيخليها تحت فمش هتباني يعني ايه كمان جيبنا دومتي ماشي المهم انك هتبدأ تجمع المحتوى بالشكل ده وهبدأ بس هنزله تحت شوية كده بالبوكس تمام وهبدأ تمام ازبط وضعهم اخلوهم كلهم في جروب بالشكل ده خليني بس اجيب الزيت شمال شوية والرز يمين شوية علشان يبانى ان هم سندين على الكارتونة كده اسس ان الكارتونة لسه محتاجة حاجة تضاف لها ماشي تعالى مثلا نجيب شاي دي حاجة اساسية يا جماعة مع انها بشربوش والله زي الفل زي الفل هنا كده اهو تكتب مثلا باك جراوند سبيس رمضان فيه مثلا حاجة زي كده شكلها حلوة قوي اللي هي فين اللي هي دي طب انا ممكن اعمل داول لو دو نجرب ليه لأ والله يو دي برضو شكلها حلو طب تعالى نجرب اللي احنا حملناها دي اجيبها معي كده كبر مثلا خلينا خليها تحت والله يحلوة الفانوس عادي ما تشغلش بالك بيه الفانوس ده احنا ممكن نشيله دلوقتي حالا ولكن ايش عارف حلوة اشتغل عليها طب تعالى نجرب التانية اللي هي دي مثلا انا ممكن اعمل كوبي هنا ولكن خلينا عمل داول لوت تعالى نشوف غيرها تعالى نشوف غيرها مش تحملت عشدها معي اه دي دي جميلة دي دي جميلة علشان فتحة طب انت اي رأيك اي رأيك اي رأيك اي هو انت تخش تعملي دلوقتي كومنت مستحيل طيب بص انا محتر والله هي الحرقة دي بتحصل على طول دائما في كل الدزاينات اللي بعمل طيب بص بص خلينا في الغمقى غمقى لان انا بحب الغوامع عموما فخلينا اعمل كل الكلام ده شكل ده خلينا اشير اللايت بس ملاش لازمة دي تمام وهاخفي ده مؤقتة لحد ما اشوف حلل الفانوس ده طيب حلل الفانوس ده ممكن اعمل ايه ممكن مسا اعمل على الجزء ده بتاع السمة ده وهعمل كنترول جي علشان اعمل كوبي وهبدأ اعكسه الناحية التانية بالشكل ده مسلا طيب الارضية ممكن برضو اعمل كوبي من الجزء ده كنترول جي بس لازم يبقى وفع اللير بتاعة نفسها واعكسها الجنب ده اها سهلة عارف من الله عمال يخبط في الشارع يا جماعة ليس هزينة رمضان مش دلوقتي طيب تعال نظهر الجروب حلوة حلوة والله طب انا هقول لك على حاجة هقول لك على حاجة تعال نخلي تعال نمسك الكلام ده كله اللي هو كلها نعمل لها ميرش هقول لك دلوقتي انا في دماغي ايه وهمسك الجزء بتاع الخشب ده هعمل له كوبي كنترول جي اهو تمام وهروح معك هنا اصلا اه نشير كلمة فوتو لانه هجيب لك كل الحاجات فوتو عايز بقى الحاجات اللي هي ايه شوف بقى الكلام ملحزر بقى يا جماعة ما تحذروش بقى دي شكلها حلو برضو والله دي شكلها جامد يا ابني طب ستنى كده نعمل نسخة من غير ده واللود والله شكلها حلو بص ايه الفكرة لما بتبقى مختار صور حلوة اي باك جراوند هتبقى تمام لأ لأ مش هنه يا جدعان ما ترجعوناش في كلامنا اتحيرتوني والله ايه انا عايز انا مش عارف اللي اجد عن الهزار ده ايه عمل الهزار ده احنا هنهزر ايه ده طب مبدئيا فيه غلطة فيه غلطة في الجزء ده اصلا يعني انت هنا كدري الكارتونة محتاج حاجة تكون مش مرفوعة من وراء يعني الخشبة هتحس ان هي عادتها مش مزبوطة مع الكارتونة فمش هتنفع اصلا فتمام اوكي سيبك منها تمام تعال احنا بقى تعال احنا بقى نعمل الباك جراوند احنا بنفسنا هتقول لي ما احنا كنا بنعملها بنفسنا دلوقتي وانت ما كملتش اقول لك بس اصبر عليك اصبر عليك خلي بس بلك طويل معي هبدأ اخد مسلا صورة زي دي وهجربها كده مع عادة الكارتونة نزيلها لتحت شوية بص 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 هنا القعدة بقيت شكلها مظبوطة ازاي واقع ازاي شوف انا بقول لك انت طويل بالك معي هنوصل لحاجة تمام خلينا بس اطلع بالجروب ده كله فوق شوية كده اهو تمام خلاص الابيض ده مش محتاجينه اهو تمام سيبك بقى من الباك جراوند خالص اللي ورا دي انا هزبط يا باشا باك جراوند مع نفسي شكرون خلينا اجيب سكاي اه سكاي نكتب رمضان جنبها شوف هيجيب لنا ايه وريني كده ده بقى لاش رمضان لاش رمضان لنحزز ايه ده خلينا اكتب نايت اه دي شكلها حلو اه دي شكل حلو اوي 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 هبدأ عمد اوه و هبدأ اشدها معي كده هخليها تبقى تحت اللير بتاعت شايف شايف الجمدان بقى بص بص بقى بص بص لما بتصبر لما بتصبر بقى باشا بتجيب بقى حاجات ايه طب طيب تعال نمسك الكرتون علشان اخلي لون هيكون محمر شوية علشان يمشي مع التون بتاعت الدزاين هعمل ومن هنا ابدأ ايه زي طيب تعال الخطوة بتاعت الخطوة بتاعت الشادو خطوة بتاعت الشادو نعملها ازاي سنة في جزء مطوعة طب هقول لك انا عايز مسلا اللي هو الجزء ده يبقى على الشمال فالشادو يبقى نحية اليمين حلو طيب ايبقى انا هعمل ايه هقف على بتاعت الخشبة بالزبط وهعمل هجيب وهرسم الجزء بتاع الشادو كده اهو مسلا بالشكل ده لأ خلينا اطول كده من هنا ايمن ايمن يا سلام يا سلام وبعد كده هجيب البروشتو للاسود وخليني احط كده الشادو يا سلام طيب حلو جميل خلينا بس اجيبه نحية الشمال شوية وبعد كده هعمل فلتر وهختار الموشن بلور وهبدأ كده ازود في الجزء ده ماشي ماشي خلينا بس اجيبه نحية الشمال شوية تمام هعمل وهجيب اداة وهبدأ اشد من اليميل للشمال كده فبص هيبدأ يقلل ولكن انا ايه عايزة خليه بقى خفيف حلو حلو او كده تمام هجيب الاستيكا وبالراحة جدا همسح ايه همسح اللورة ده تمام طيب اخر الكارتونة هنا فيها مشكلة في القصة فانا ببين سريعا اهو هبدأ اشيل كده الكلام ده وهبدأ فوق اللير بتاعة الكارتونة وهدخل اللير دي جوه الكارتونة وهجيب البروش تول وركز انا هعمل ايه انا هقلل وهبدأ اسود اخر الكارتونة هخلي بس دي تبقى تمام فيبني ان هي فيه دمج ما بينها وما بين بالشكل ده ولكن بصراحة محتاجي بقى اتقل من كده اهو ممكن بس نخفه من الجنب اللي هنا ده اهو تمام وهنرجع له تاني ولكن خلينا نقول ان احنا كده تمام لحد هنا طيب خلينا اعمل تحت بتاع المنتجات يعني هنا كده بالزبط وهبدأ اجيب اللون اللي شبه السماء ولكن الافتح شوية وهحاول انور ورا المنتجات كده خلينا بس خلي دي بقى رايحة للابيض كده اهو ولكن مش قوي يعني هنور كده خفيف تمام خلينا نزل باللير لتحت شوية زي الفول طيب تعال نروح لجوجل وهنكتب زينة رمضان بي ان جي هيجيب لك اكتر من حاجة خلينا مثلا اخد دي وهبدأ اعمل لها ده ولود وهبدأ اشدها معايا فابوس معايا كده طيب خلينا مثلا اكتب اه انا عايز اللايت يعني خلينا احط نور رمضان مثلا للمبات رمضان دي شكلها حيلا ولكن كتير او انا عايز حاجة تبقى بسيطة طيب انا شايف ان دي كويسة يعني نعمل نسخ الصورة كنترول في ابدأ على وجهة كده واخلي مثلا هنا تبقى سكرين اللايتن دي كويسة كبرها شوية حلو والله ولكن في جزء شارب هنا كنترول اللي سريعا كده وابدأ اشد المسلس دي ناحية اليمين فشكرا هيختفي معاك حلو طيب خلينا اروح سريعا هنا على جوجل برضو هكتب هلال رمضان استنى استنى في واحد كويس مثلا هاخد ده كليك يمين برضو نسخ او ممكن تاخد اي واحد منور عندناش مشكلة خليني في اللي انا اخدته كنترول في كبر كده الهلال والكل اللي هتعمله انك هتخلي دي شكلها حلو صح خلي بس صغر شوية لو عايز تنوره هتعمل نيو ليير جيب البراش تول وتدي كليك خفيف هنا قال للفلو اهو وهنا هتخليها سكرين او ايا كان خلينا بدي بس طيب عايزين نحط الجملة او نكتب مسلا هنا طيب رمضان كريم مثلا هتلاقي حاجات كتيرة كويسة ولكن طبعا الحاجات دي بتاعت فنانين تانيين فا اعتقد ان محدش هيزعى لما يلاقي مثلا الطيب بتاعته موجودة يعني طيب انا هحاول انزل بكل الكلام ده علشان اعمل مساحة للكلمة مش هاخد السماء ولا هاخد النور وهبدأ كنترول في مثلا اعمل سكرين او سيليكت على الاسود هروح هنا عند السيملر واعمل ديليت طيب انا عندي فكرة احنا ممكن نحط كلمة رمضان كريم على البوكس ونحط فوق كارتونة رمضان دي رأيكم صح يعني انا مسلا نخلي هنا كده كلمة رمضان كريم بالشكل ده اهو تمام وممكن نمسك الجروب بالشادو مسلا اهو اصغر بس البوكس ده شوية هاطلع فوق كده ايه اكتب كارتونة رمضان باي فونت مسلا زي هناك احنا كتبنا في الدرس اللي فات بفونت حمدي فيتو خلينا اكتب بفونت حمدي في وان او ايا كانت الطايب بتاعتك بقى وابدأ اصبط عليها سهل وبسيطة ما عملناش حاجة والله هي بس فكرة لو ركزت سيكة هتلاقي الموضوع معك زي الفول طيب المنتجات سويني بس في حاجة هنا اظهر اغلط المنتجات اللي تحت المنتجات دي كلها زي ما عملنا في الدرس اللي فات هابدأ امسكها كده هعملهم جروب نيو لير كونترول علشان اجيب اللون الاسود وركز انا هغمى اخر المنتج كده علشان يبان ان الدنيا هشادو من الكارتونة بشكل كويس حلو وهاجه عند اهو نيو لير كنترول برضو وهبدأ اغمى الجزء اليمين بتاع الكارتونة لان احنا مفروض عندنا الجزء اليمين كله في شادو اصلا والصور صرايت عندنا هنا في الشمال تمام نيو لير مرة تانية وهاجيب اللون اللي هو العسل اللي هو ده وهبدأ اغبطه في الكارتونة من هنا كده وهخلي دي مسلا تبقى نخليها تمام و لكن بس خلينا قبيض شوية وقد ايه بالشكل ده طيب ممكن اطلع فوق خالص وهعمل نفس الدرجة العسل دي وهبدأ اعمل لأ خلينا خليها تبقى عسلي اكتر وهبدأ اعمل هنا كده علشان اقوية وهخلي هنا سكرين فهبص كده طيب خلينا اطلع فوق خالص هجيب مسلا هخليها هقلل كده هتلاقي الديزاين بقى تحفى معاك في اقل تقريبا من قطواتين 3 اربعة وهنا اكون وصلت معاك لاخر الدرس بساني رايك في الكومنتات بساني اللايك بساني الشير بساني اي حاجة تيجي منك يا صديقي اشوفك على خير في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته